لإدراج منتقي تاريخ يتم النقر فوق المكان المراد إدراج عنصر التحكم فيه في المجموعة عناصر تحكم في علامة تبويب المطور يتم النقر فوق عنصر تحكم محتوى منتقي تاريخ لإدراج خانة الاختيار يمكن النقر فوق المكان المراد إدراج عنصر تحكم فيه ثم في المجموعة عناصر تحكم في علامة تبويب المطور يتم النقر فوق عنصر تحكم محتوى خانة الاختيار لإدراج كتلة إنشاء يمكن النقر فوق المكان المراد إدراج عنصر تحكم فيه ثم في المجموعة عناصر تحكم في علامة تبويب المطور يتم النقر فوق عنصر تحكم محتوى معرض كتل الإنشاء يتم النقر فوق عنصر التحكم لتحديده ثم النقر فوق خصائص في المجموعة عناصر التحكم يتم النقر فوق المعرض والفئة لكتل الإنشاء المراد توفرها في عنصر تحكم معرض كتل الإنشاء ثم النقر فوق موافق لتخصيص النص في عنصر تحكم محتوى في المجموعة عناصر تحكم يتم النقر فوق وضع التصميم يتم تحديد عنصر تحكم المحتوى المراد تحريره يتم تحرير نص العنصر النائب ثم تطبيق أي تنسيق في المجموعة عناصر تحكم يتم النقر فوق وضع التصميم للخروج من وضع التصميم